بعد أشد أيام نموية شهدها السودان نهاية الأسبوع إسر سقوط أكثر من 15 قتيلاً في صفوف المتظاهرين تجمع البهنيين حمل مجلس السيادة السوداني المسؤولية الكاملة عما وصفه بالمجازر ضد المحتجين وأكد أن لديه فيديوهات تثبت ذلك مهدداً بالتصعيد يأتي ذلك بالتزامن مع تلويح واشنطن بفرض عقوبات على قادة الجيش التطورات الخطيرة في السودان أطارت استياء مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة حيث انتقدوا الأمن السوداني متهمين إياه باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين اتهامات قوبلت بالنفي من قبل الشرطة السودانية التي قالت إنها لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بل الغاز المسيل للدموع الاتحاد الأوروبي هو الآخر دخل على خط الأزمة بإستاره بياناً بشأن ما يجري في السودان حيث شدد على رفضه استخدام القوة ضد المتظاهرين مهدداً بوقف دعمه للخرطوم